نروح بقى للتوبيك التاني ومتعلق بجواز الكاف لالي بينافس على أفضل نادي حسين الشحات ومصطفى شوبير داخلين فمنافسة على أفضل لاعب في مسابقات الأندية شوبير بينافس على أفضل حارس مرمى مع حراس بيلعبه في الدوريات الأوروبية عندك كمان أفضل مدير فن مرسل كولر داخل فمنافسة قوية جدا لو للأهل لما كانت كل هذه الإنجازات في المنافسات حتى على مستوى جواز الأفضل متواجدة لأن للأسف حتى جائز أفضل منتخب منتخب مصر مش موجود ولا حتى مدير فن منتخب ولا لاعب حتى من المنتخب كل الجواز منحصرة في اتجاه النادي الأهل يا دكتور أنا كمان عايز أقول لحضاك تاريخ الجائزة دي إيه علاقة النادي الأهلي بجواز الكاف عشان نشوف إن شاء الله لما ناخد الجائز إن شاء الله بإذن الله أول حاجة النادي الأهلي أخذ لو معنا الجدول نعرضها يا جماعة حصل على أفضل نادي في أفريقيا ست مرات ست مرات ست مرات وطبعا الجائزة جماعة عشان نكون عارفين إن فيه سنتين يتلاغوا بتوع كورونا واساعات بتوع أفية من 2001 أول سنة النادي الأهلي أخذها 2005 تاني سنة 2006 التالتة 2008 الرابعة 2012 الخمسة 2013 والستة كانت السنة اللي فاتت بإذن الله لو النادي الأهلي أخذها السنة دي وهو الآرب طبعا لأنه هو الحصل على دورة أبطال أفريقيا هيبقى سبع مرات النادي الأهلي أخذ جائزة أفضل نادي تعال نشوف اللعيبة أفضل لعب داخل الكارة لعدة النادي الأهلي أخذتها 8 مرات بس منهم سنتين إحنا تظلمنا فيهم يعني كان أفشا مفروض ياخدها في 21 أهي أبطالي أبطالي طبعا مقفل اللعبة أخذها أربع مرات طبعا الجائزة أسست الأول سنة 2001 2005 أول واحد محمد بركات 2006 2008 2012 2013 محمد أبطالي أربع مرات أحمد حسن أخذها 2010 الشناوي في آخر سنتين بقى إحنا أخذنا محمد الشناوي 20-22 وبرسي تاوي 20-23 الجائزة دي يا جماعة لو لعيب من النادي الأهلي اللي هو حسن الشحات أو مصطفى شوبير أخذها حتبقى 9 مرات لو نقدر نستعرض الأفضل لعب داخل الكارة الصورة اللي معنا طبعا اللي مرشح فيها مصطفى شوبير ومرشح فيها حسن الشحات والمنافس بتاعهم هيبقى طبعا داخل الكارة ويليامز ويليامز هو الخطر الأكبر ده في كل الجوائز في كل الجوائز ليه؟ لأن ويليامز كان لسه فيه جائزة في نهاية الشهر اللي فات اللي هي كانت في الكرة الزهبية أخذ 9 أفضل حرس في العالم معنا صورة ليه ويليامز برضو في الحفلة بتاعت البالوندور لو نجيبها دخل من ضمن أفضل 10 هو أخذ 9 أفضل اللي هو حرس يا جماعة منتخب جنوب أفريقيا على مستوى العالم على مستوى العالم أخذ 9 أفضل حرس على مستوى العالم ليه؟ لأنه هو قاد منتخب جنوب أفريقيا للمركز الثالث في كاس الأمم عمل 4 كلين شيك من 6 ماتشاط لعبهم تصدر ركلات ترجيح كتير جدا عمل موسب كويس فهو الخطر الحقيقي على لعبة النادي الأهلي هو ويليامز لكن أنا بشوف أن مصطفى شوبير مرشح بشكل قوي ليه؟ لأن مصطفى شوبير لعب 9 ماتشاط في دورة أبطال أفريقيا خرج 9 كلين شيك أنا بقول لك أرقام مصطفى وإن فرضت قبل الكاف ما يعلم جائزة أفضل حرس قلت أرقام مصطفى في جوائز الأفضل هو وحسين الشحات أعلى من ويليامز وحتى لعب نهضة بركان وإحمد سيد زيزو وفي جوائز أفضل حرس مرمى شوبير أرقامه أعلى من ويليامز يعني دول أفضل خمس لو عملنا قائمة نهائية 3 لو صفناهم بعد كده هما بيتصفوا بعد كده الثلاثة أنا أعتقد أنه هيبقى حسين الشحات ومصطفى شوبير وويليامز يعني دول الثلاثة اللي هيبقى المنافسة ما بينهم في الآخر ليه؟ لأن ويليامز عمل أرقام زي ما تكلمنا فيه كويسة وويليامز ممكن يعني لو مصطفى شوبير أخذ أفضل لعب داخل الكارة ممكن يده لويليامز أفضل حارس أريد أن أقول لك النتاجة تبقى ممكن فيها مفاجآت ومش بالأرقام القياسية اللي احنا عارفينها لأن الدنيا معلوبة في المغرب على استبعاد صفيان رحيم طبعا إزاي صفيان رحيمي مش موجود وانت واخد لعيبة يعني صفيان رحيمي عمل موسيب كواس جدا مع العين الإماراتي ولعب أولمبيات وأخذ هدافة الأولمبيات مع منتخب المغرب الزبط إزاي كل ده في الأخي بره عايزين برضو نتكلم على حرس المر على المدرب نجيب بقى المدرب لأن مارسل كولر يستحق مننا أن احنا نتكلم عليه على فكرة تاريخيا الجايزة دي غريبة أوي الجايزة دي ما خدهاش في النادي الأهل غير مرة واحدة بس احنا معنا جدول جايبين الجوائز بتاعت المدرب أفضل مدرب أفرش هتلاقي أن مانو الجزيه أخدها 2006 مانو الجزيه مع النادي الأهل 2006 2008 جزيه ما خدهاش خدها منه كابتن حسن شحاتس مع منتخب مصر 2017 هكتور كوبر مع منتخب مصر احنا جايبين الناس اللي هي كانت لها علاقة بمصر أو النادي الأهل يعني فتاريخيا لو مارسل كولر هو الأقرب أنه هو ياخد أفضل مدرب في أفريقيا لأن المرشحين اللي معاه ما عملوش حاجات قوية أو حاجات إنجازات ممكن يخش في أول ثلاثة وممكن ياخد فهو لو أخذها الأسماء قدامنا هي سباستيان دي صبر طبعا دي صبر مدرب منتخب الكنغو وبعد كده في مدرب منتخب كدفوار اللي هو فاي وبعد كده بدرو مدرب أنجولا وبعد كده مارسل كولر وهجوب روس طبعا مدرب جنوب أفريقيا فطبعا هو الأقرب سباستيان دي صبر عمل أداء هايل مع الكنغو عمل طفرة مع الكنغو بس طبعا كولر نتائجه أكتر نتائجه أحسن أخذ برونزية منديال وأخذ بطولات كتير مع النادي الأهل السنة دي منهم دولة أبطال أفريقيا فهو الأقرب ممكن من اللي ينافس كولر كولر اللي نفسه مدرب كدفوار ليه؟ لأنهم أخذوا كاس الأمم فهتبقى هنا المنافسة ما بين مدرب كدفوار لأنه أخذ كاس الأمم وكولر لأنه أخذ دورة أبطال أفريقيا وبرونزية كاس عامل الانديه عموما هنشوف كل النتائج دي بقى في الحفل اللي هيقام في مراقش يوم 16 ديسمبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة